انا امبارح قلت يعني انا بنتكلم بشكل واضح جديد قلت ايه امبارح قلت يا جماعة عشان الصيادين او صياضي او صياده الحاجات اللي زي دي هيعملوا منها من الحبة اوب والحق الجزيرة امبارح انا طلعت من الهواء امبارح طلعت في المكتب لقيت الجزيرة شغالة الحسينية والممرضة والناس اللي ماتت والدولة الجزيرة اللي عايزين تصالحوا معانا بقول يعني شغالين شغالين مش ممكن ما عندهمش قضية الا مصر وتحول كل الاعلام ست محطات اللي برة والشوية المحطات اللي في لندن والجزيرة كلهم ما عندهمش غير الحسينية وكذا وكذا والفيديوهات ومش الفيديوهات فانا امبارح بقول يا جماعة عشان اهل الشر ما يلتقطوش الموضوع ويعودوا يكبروا ويعملوا من الحبة اوبة ويعود يدخل امور ويخلط الاوراق وفيه هدف لهم من جراء التسخيل في اي قضية اي قضية يبقى الاخوان بيستغلوا الموضوع بيستثمروا الموضوع انبارح حتى براهيم بيكلمني وانا على الهواء بيقول لي اهم حاجة الناس ما تستثمرش او يستغلوا القصة يعني اي قصة دا اللي قلته الحق بسرعة جايبين على الأي يعني ان انا بقول انه الاخوان اللي عمله الموضوع الحسينية ده الاخوان اللي عمله انا الله يحرق الاخوان عن اللي جابه الاخوان على ابو الاخوان على ام الاخوان على اللي مع الاخوان على اللي بيحب الاخوان شو ممكن اكذيب 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 يتنفسون الكذب والله يتنفسون الكذب والله لن اسامح احد هؤلاء الكذبين الكذوبين المنافقين ويوم الايام ان شاء الله نلتقي وتلتقي عند الله الخصوم في كل الأحوال أنا بقول للمصريين النهاردة كم يا إبراهيم؟ النهاردة أربعة شغلين تسخين من دلوقتي اختلق أي حاجة اي دور على أي حاجة يعمل روح يشوفوا العيال زوبع والواد معتز والواد ناصر شغلين أي حاجة ما عندهمش أي ملف لا أخلاقي ولا إنساني ولا وطني ولا ديني ولا والإمبارح جبتكم حمد ناصر وهو عمال يسب بالقطر وعمال عاشق لقطر ومعتز مطر عمال لي مش عارف إيه دول ناس مرتزقة وانتوا عارفين ومش عقود أقارفكم وقول هما بعملوا انتوا عارفين هما بعملوا إيه لكن بشكل عام عايزين المنتبه ينتبه شوفوا أنا بقول مين بقول للمنتبه ينتبه انتبهات إضافية أنا أخاطب المنتبهين مش أخاطب الناس اللي في غفلة اللي في غفلة خليه في غفلة خلاص مش وقته مش هيسعفني مش هينهضني أنا بتكلم على المنتبهين اللي عندهم وعي انتبهوا انتباها إضافيا لأنه المعركة بتزيد ضد البلد والقوى الشر بتتآذر وبتتآخذ الوقت وبتنسق عملها ضد البلد من خلال خلق أنا بقول لهو مشكلات غير موجودة على الأرض ومحاولة استياض أي ممكن تتكلم على نياتك في أي موضوع ياخد كلامك بسرعة تلاقيه على الجزيرة كمان شوية أنا بقول يا جماعة تقول لي انت كل حاجة نزلت المؤامرة أيوة يا سيدي أنا بقولك آه أنا مؤمن بنزلت المؤامرة انت حضرك مش عاجبك برحتك ما بضربكش على إيه ده كلك والنبي أؤمن بما أؤمن به أنا مؤمن ان في مؤامرة على بلد ومؤمن انه هذه المؤامرة بيقودها الإخوان بقولا واحدا وبقول تاني انه هذه المؤامرة اللي بتقوم بها الإخوان مدعومة من قطر قولا واحدا بقول تاني انه تركيا رجب الفيلم كله لتحقيق مصالحها ده رأيي وده قناعاتي وده إيماني وفي مجموعة من الغنم في مجموعة من الغوغائية في مجموعة من الإمعات في مجموعة من المرتزقة موجودين بينا موجودين بينا بيقاعد مستخبي خلية نائمة مداري منافق بيعمل تورية بيعمل كل ما يمكن انه يخفي نفسه وأول ما يجي حاجة يروح طالع ويتكلم ويقول ويبعث ويبعث صور ويركب دي شوفنا كل هذا ده بيزيد هذه الأيام وهيزيد لغاية آخر الشهر أنا بقول بس للمنتبهين من فضلكم انتبهوا كمان لأن الحملة كبيرة وجديدة علينا